في الطريق إلى التنمية تبدو محافظة شبوة مقبلة على رسم خارطة اقتصادية جديدة فما يحدث فيها ليس مجرد وضع أحجار أساس للزينة كما يقول محافظها بل تدشين حقيقي للعمل المفيد لشبوة ولغيرها من المحافظات نعتبر أننا دشنا العمل فيه وليست حجر أساس أحجار الأساس توضع لمشاريع وتجلس فترة وأحيانا تصبح مجرد مصدر سخرية ونكته من المواطني فاليوم ليست حجر أساس إنما تدشين للعمل بداية العمل ففي منطقة النشيمة بمديرية رضوم افتتح المحافظة محمد صالح بن عديو مشروع منشأة النشيمة للخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية بساعة تخزينية تبلغ ثلاثين ألف طن متري ومرسا عائم يمتد ثلاثة آلاف متر في عرض البحر الآن الساعة التخزينية ثلاثين ألف طن متري خمسة عشر ألف طن بترول خمسة عشر ألف طن ديزل إضافة إلى خزان مياه لاستخدامها للإطفاء يتزامن تدشين هذا المشروع الاستراتيجي مع مؤامرات خارجية ومحاولات فوضى داخلية تديرها قوى مسلحة تتبع الانتقالي ولذا ظهرت تصريحات المحافظة بن عديو واضحة في هذا السياق بأن السلطة المحلية مستعدة لبتر اليد التي ستمتد لإيقاف هذا المشروع النفطي لا يمكن نسمح لأي إنسان أن يعبث أو يوقف العمل نحن نستعدين أن نبتر اليد التي تمتد لإيقاف هذا المشروع وأي قائد سيفشل سيتم محاسبته ومعاقبته وعزله السلطة المحلية بشبوى وفق مراقبين ليدائها تسعى بخطا متسارعة لجعل المحافظة آمنة للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال بناء المشاريع الاقتصادية وتشغيلها ثم تمليكها وقد تعهد محافظها بتوفير الحماية للمستثمرين وعدم أخذ الإتاوات منهم شهدت شبوى منذ تولي بن عديو قيادتها في نوفمبر 2018 تطورا ملحوظا في البنى التحتية وتأمينا لعدم سقوطها بيد ميليشيا الانتقال في غصص 2019 فضلا عن استكمال إخلاء المباني الرسمية من المسلحين وإحباط مخطط فوضى قالت السلطة المحلية إن أبو ظبي ترعاه وتموله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر